كنا قد تحدثنا قبل قليل عن كون أن الإنسان المعاصر لما أراد أن يعود إلى الأخلاق واستيقظ بعد أن أفضت به حضارته إلى ما أفضت به من حطاط وجحيم استيقظ ليبحث عن ما ينقذه من القيم والأخلاق والبحث عن المعنى في العالم ولكن كان قد قطع كل الأسباب التي تصله بمصادر هذه المعاني والقيم والأخلاق والمعنى وذكرت أشرت في آخر الكلمة إلى أن مصادر القيم بالنسبة للإنسان المؤمن الإنسان الحي أو الإنسان المسلم المعاصر الإنسان المنشود هذه المصادر متعددة أولا هي قيم فطرية موجودة في داخله قد فطره الله عليها لأن الله نفخ روحه في هذا الإنسان وخلقه بيده خلق آدم بيده وكان الإنسان قد تلقى هذه المعاني أيضا في لقاء الشهادة وإذا أخذ ربك من بنيادها من ظهورهم ذرياتها وما شهدهم على أنفسهم لست في ربكم قالوا بلى فهذه الآية تدل على أن الإنسان شهد بربوبية الله سبحانه وتعالى فيكون شهد بكل معاني الربوبية التي يتحقق فيها مع الأسماء الحسن والصفات العلاء فيكون تعرف على معانيها في ذلك المشهد واكتسب في داخله هذه المعاني فهي أساس لهذا المعنى الفطري ولهذا كان العلماء مثل ابن تيمية وغيره إذا ذكروا الفطرة ذكروا هذه الآية إن عرضنا الأمانة وإذا أخذ ربك من بنيادها من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم فدل على أنها أحد المعاني التي فطر أو استودعت فيها المعاني الفطرية في الإنسان وأيضا من المعاني التي أو من المصادر التي اكتسب فيها الإنسان المعاني هي كما ذكرت لكم قبل قليل الآيات فالآيات الكونية تتضمن هذه القيم والمعاني التي هي تجلي لأسماء الله وصفاته الحسنة ولولا أن الإنسان في داخله هذه المعاني لما أدركها لما استطاع أن يتعرف عليها وأيضا من المصادر الشريعة فإن الشريعة الوحي الذي نزل بهذه الشريعة وبهذه العبادات أيضا هي مصدر من المصادر فالعبادة كما سمر معنا بعد أقل والتذكر هي معناه يتجدد في هذه المعاني الروحية المعاني الجدانية داخل الإنسان وأود هنا أن أشير إلى نقطة مفيدة جدا في فهم كيف أن هذه المعاني الأخلاقية مفطور عليها الإنسان فطرة وبالتالي نحن متصلين بها ولا نقطع صلتنا بهذه القيم لأنها جزء من داخلها فكما أن الإنسان خلق في ظاهره فله خلق في داخله وهذا المعنى هو باستعمال ما يسمى بنظرية العوالم الممكنة فنحن نقول أن لو افترضنا أن الإنسان يعيش في عالم ممكن لا توجد فيه مجردات رياضية مثل المثلث والمربع والدائرة لا توجد في ذلك العالم هذه المعاني ولا الأرقام فإنه لا يمكن أن يدركها لا يمكن للإنسان الذي يعيش في عالم لا توجد في هذه المجردات الرياضية أن يدرك المثلث والمربع لأنه يدركها لأنه أدركها في عالمه فنحن أدركنا الدائرة والمربع والمثلث والأرقام مما نراه في عالمنا فنحن ذاكرتنا حفظت ما ترى ثم جردتها عقولنا وأصبحت موجودة في مخيلتنا وفي قدرتنا البداعية نستعين بهذه المعاني التي أخذناها من الوجود فإن الإنسان لا يبدع شيئا ليس له وجود فإن المبدع هو الله سبحانه وتعالى هو البديع أما الإنسان فإنه يبدع من العناصر التي يأخذها من هذا العالم هذا المستوى المجردات لكن بالنسبة للقيم فإنها معينات ومشخصات وليست مجردات لأن المجردات واضح من اسمها أنها جردت من شيء يعني من هذا العالم في حين أن المعينات والقيم مشخصة في داخلنا ليست مجردة من عالمنا فلو أن إنسانا عاش في عالم ممكن أيضا لا توجد فيه رحمة ولا يوجد فيه لطف ولا يوجد فيه عدل ولا توجد فيه حرية فإنه يظل متشوقا إلى هذه المعاني حتى لو لم يرها في عالمه لأنه لا يكتسبها من العالم وإنما هي موجودة في داخله فيتشوق للبحث عنها وهذا نشاهده نحن في بعض الأماكن التي ينحرم فيها الإنسان من هذه المعاني لكنه يظل متشوقا إليها فهذا يدل على أن هذه المعاني والقيم الأخلاقية لم يجردها الإنسان من هذا العالم وإنما هي موجودة في داخله ودعت فيه في عالم آخر ولهذا السبب هو إذا رآها في عالم الآيات عرفها فإن العالم آلمنا ليس فيه شيء اسمه الجمال وإن فيه الجميل الصفة هناك متعين التصف بالجميل قول جميل أو زهرة جميلة أو وجه جميل وما شابه وكذلك العدل لا يوجد مفهوم اسمه العدل وإنما يوجد مثلا حكم عادل أو قاض عادل أو دستور عادل وما شابه ذلك فلولا أن الإنسان في داخله مفهوم الجمال لما رأى الجميلة في العالم ولولا أن في داخله مفهوم العدل لما شعر بالعدل في الخارج فأيذن هذه المعاني الفطرية التي أكرمنا الله بها ومنحنا إياها هي التي نستمد منها معاني القيمية والتي هي غذاء المفهوم الأخلاقي لأن الأخلاق هي عمل صريح الأخلاق عمل صريح وهذا العمل الصريح يكون استمد طريقته أو استمد معاييره من هذه القيم فإن الإنسان في علاقته مع غيره يلتزم بهذه القيم الموجودة أو المودعة في باطنه ويكون رؤيته تكون رؤيته لهذه القيم في الآيات في الكون تعمق لديه هذه المعاني وأيضا تعمق علاقته أو إيمانه بربه لأنه يدرك أن هذه المعاني كلها من مصدر واحد فتعمق له صفة الوحدة الوحدانية لله سبحانه وتعالى وتأتي الشريعة لتكمل هذا وهذا معنى إنما أبو عثل وتم من مكارم الأخلاق لأن كل هذه المعاني هي موجودة يعني في خلق الإنسان وموجودة في الآيات المبثوثة في العالم وموجودة أيضا في الشريعة التي جاءت بها وما الذي حدث بالنسبة للإنسان الغربي لما قطع الصلة بعالم الآيات وجعلها ظواهر وقطع الصلة بذاته وجعل الأخلاق ليست فطرية يعني لا يوم بمفهوم الفطرة وجعل فقط داخله الغرائز وقطع الصلة بالدين بحيث لم يجعل الدين مصدر مصادر للأخلاق فإن الأخلاق أصبحت بالنسبة له والقيمة مجرد ثقافة مجرد ثقافة ولذلك تمتلأ الثقافة الغربية بأعظم النظريات الأخلاقية ولكن ليس لها أثر في حياتهم لأنها ليست موجودة لا في عالم الآيات ولا موجودة داخل الإنسان وليست متصلة بشريعته وعبادته وحتى القانون هو قانون مبتو موجودة داخل الإنسان موجودة داخل الإنسان